يعني أنت تعرف أنا عندي كثير من الملاحظات على الحكومة العراقية لكن هذه الحكومة العراقية التي واجهت إرهاب منقطع النظير دخلت في حرب والمجتمع العراقي دخل في حرب قلت جيوش العالم استطاعت أن تنجح في هذا الحرب جيشنا وأبناؤنا كانوا يقاتلون من مدينة إلى مدينة من شارع إلى شارع وانتصروا في حين قوة كبرى لم تنتصر هذا خلق فراغات هذه الفراغات المفروض دول الجوار بحكم العلاقات التاريخية أن تعاون العراق عليه مو أن تركيا تجي تقدم جيش ولا إيران الطير مسيرات ولا أن تستخدم أذرحها المسلحة ما الوضع الذي تعطبون عليه أنتم جزء منه جزء من المشكلة وليستم جزء من الحل هذا واقع ما أقدر أغادره ألم تقف إيران مع العراق في دحر الإرهاب والحركات الإرهابية عندما احتل داعش المناطق شاسعة من العراق جاءت إيران من أجل الدفاع وجاءت وقفت مع الجيش العراقي وقفت مع المخلصين من العراقيين ووقفت مع الحكومة العراقية ووقفت مع أقليم كردستان من أجل مواجهة داعش الذي أراد أن يقسم العراق ووقف الجيش الشعب العراقي كله في مواجهة الحركات الإرهابية ووقفت إيران إلى جانب الجيش العراقي ووقفت إيران إلى جانب شعب العراقي شكرا يا سيد الصدقيان لكل من باء لنا طلقة واحدة أو مدفعا واحدا وأن كان له دينا في رقابنا فنستهب هذه الرقبة شكرا لكم على ما بعتموه لنا أنا أشكرك سيد دكتور خالد الأسدي أنا أعتقد بأن حتى دول الجوار يا سيد نجم إذا سمحت لي دول الجوار المحبة للعراق لا تمنع على العراق وبالتالي هي عندما وقفت إلى جانب العراقيين هي لا تمنع على العراقيين ولحد الآن نحن لن نسمع أنا مهتم بالعلاقات العراقية الإيرانية لم أسمع من الإيرانيين أن يقولوا بأننا نمنع على العراق لأننا وقفنا مع العراق لداحر داعش لكن لحد الآن واليوم سمعنا نسعود بزشكيان يقول في برقب يقول بأنه يحترم السيادة العراقية أنت عراقي بكل التاريخ ما حدي من عليك ما حدي من عليك ورأسك الغالي اللي طد داعش طلقه واللي قعده واللي دربه واللي سلحه واللي طببه واللي نيمه واللي حزمه واللي لزمه كتبناها تواريخا في تواريخهم القذرة ومن يستطيع اليوم أن ينفي فغدا لنا أمام التاريخ والله وقفة آل أشكرك أستغفر الله رب العظيم وأتوب إليك دكتور خالد بارك الله بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة